طيب يعني الناس بتتكلم على الكارتونة الرئيس الكارتونة وبتحكي وبتقول يعني ايه الرئيس الكارتونة عمله والكارتونة جواها ايه لكن الحقيقة اللي احنا عزين نقوله انه النهاردة عبدالفتاح السيسي انتقل من مرحلة الكارتونة لمرحلة الصندوق فاكريين انتو الفيلم بتاع بخيطه عديلة عديلة صندوق ففتاح السيسي النهاردة التقط اللقب من عديلة وأصبح هو عبد الفتاح السيسي السندوق إيه حكاية الرئيس السندوق باختصار شديد النهاردة الرجل قدامي أهو هدايا الرئيس للعمال قرارات الرئيس لطمأنة العمال خاصة العمالة غير المنتظمة أي حد في عمالة منتظمة أو غير منتظمة أحب بشارك دي قرارات فقامة الرئيس عمل إيه؟ أو القرار إنشاء سندوق الرجل عمل لكه سندوق السندوق ده بقى بتاع إيه مش مهم؟ المهم إن فيه سندوق والراجل بيعشق السنة دي قد يعنيه سندوق مصر السيادي، سندوق طحيا مصر، سندوق وزارة الصحة، سندوق اللي هو بهاء، سندوق اللي هو عباس، سندوق محمود ابنه، سندوق انتصار مراته، سندوق الراجل عايش جوه السندوق يا جماعة تمام؟ فالحمد لله الراجل عمله إنشاء سندوق إعانة الطوارق جميل جدا، طح يا مصر نسقف كلنا سقفة راجل واحد في صندوق واحد لأزر رئيس السندوق طيب، فالحمد لله يا جماعة الناس العمال، التعبنين، الشقيانين، المتبهدلين، المرمطين، أبشر يا تايمور عمل لكم صندوق جديد الحمد لله وإنت عارف يعني إيه صندوق؟ يشرف عليه عفتاح السيسي؟ طبعا عارفنا يعني إيه؟ يعني مش هتشوف منه حاجة يعني مفيش ملين، خلاص، خلصت، فينيتو، انتهت، طيب عمل إيه كمان؟ تشفعيل السندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية الله أكبر، شوف بقى شوف بقى شوف الطلعة الجاية عشان أعداء الوطن يخساؤوا عشان أي واحد من أعداء الوطن بيحاول أن يشكك في الإنجازات العظيمة لهذه الدولة الرهيبة ورئيسها السندوق الكبير يركز ويزبط ليه بقى هتزبط؟ لأن تفعيل السندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بيصار في إعانة عجلة ألف جنيه الله أكبر إيه ده؟ إيه ده؟ ألف جنيه يا مؤمن ده أنت مصرف أنت مصرف ولا مش مصرف؟ مصرف بتبعزق يعني ألف جنيه للعمال ألف جنيه إعانة عجلة دهي الفترة ده 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 جبروت ألف جنيه مراحة ده رئيس سندوق عنده سندوق مش عارف يعمل فيه إيه؟ فبيصرف خلص فمبروك العمال ألف جنيه إعانة عجلة إيه كمان؟ قال لك هنطلع إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتقطيع التأمين على حياة إصابة العمل التزام منشآت القطاعين الخاص والبالنسبة القانونية خمسة في المية دراسة مشروع قانون مش عارف إيه؟ سرعة إطلاق القوة العاملة إيه؟ لاستعداد لوظائف إيه؟ احتفالية عيد العمال عملوها مع شركة الشرقية للسكر فالحمد لله جماعة الراجل أقرر لكم ألف جنيه في السندوق الجديد طيب إيه مشكلة السندوق مع الرئيس السندوق؟ مشكلة السندوق إن الراجل ده أصلاً بقاله فترة كل شوية بيفجئنا بسندوق جديد يعني مثلاً هو قالك فيه عندنا سندوق عشان التبرعات طيب سندوق التبرعات دي مين اللي بيشرف عليها؟ لا خلي بالك بقى ده أنا هعمل الاتحاد العام للسندوق إيه الاتحاد العام للسندوق ده أسامة ده بجد آه والله الراجل من فترة كده عمل لنا الاتحاد العام التحالف العام للسندوق التحالف العام للتنمية والأعمال الخيرية والمش عارف إيه التحالف كبير كده اللي هو عمل مبادرة الكارتونة ما هو خلي بالك التحالف ده عمل حكتين عمل الرئيس الكارتونة والمرحلة الثانية هي الرئيس السندوق فالحمد لله التحالف ده بدأ المرحلة الأولى وهي الرئيس الكارتونة ووزعه خمسة مليون كارتونة طلق فيها بالح تمام وبعدين انتقلنا الآن لمرحلة الرئيس السندوق بالتحالف السندوق اللي عمله السيسي اللي هو أي جمعية أهلية أي تبرعات أي عمل خيرية سبعة خمسين ثلاثة سبعة خمسين تمانية خمسين تسعة تسعة وخمسين أي حاجة في الخلاط اضربوها مع بعض يا جماعة وودوها لتحالف السنديق الخاص بالرئيس السندوق عبد فتاح السيسي ليه؟ عشان تبقى الفلوس عندنا احنا وانت عارف يعني ايه تحالف سنديق انا بشرف عليه يعني مستندوق واحد لا دي سنديق يعني مستبوبة واحدة لا دي سبوبات سببيب ما عرفش ده جمع مؤنة سالم ولا جمع تكسير ده المهم يعني هي على وزن على نفس وزن السنديق سببيب فالراجل بيحاول يعمل يا كيف تصنع السبوبة في خمس دقائق فيديوهات قصيرة على تيك توك بتجيب ملايين المشاهدات مع رئيس السندوق عبد فتاح السيسي ازاي تضرب في الخلاط فكرتين تقلب الناس في شوات فلوس حلو والفلوس هتيجي عندي انا وانا اللي بصرف منها ترجمة نانسي قنقر